طرقات جدة صار لها معنى ثاني بالنسبة لنا هذه الدراجة اللي بديت بها المشوار لأن ركوب الدراجات حوايتي عس أني أقدر أسوي أي شيء وأنا منطلق في الهواء الناس ما يحافظوا على تمارينهم لأنهم ما يشوفوا نتيجتها على طول بدأنا دراج جدة عشان نساعد الأصحاب أكثر إنهم يهتموا بصحتهم ومثل ما ألهمنا شوية ناس هم كمان ألهموا غيرهم والصراحة ما توقعنا أن الموضوع يصير بهذا الحجم تكنولوجيا اليوم تسمح لنا قيس تطورنا وتحمسنا أكثر عشان نحسن أداءنا كده احنا انطلقنا مع سامسون أول مرة تعلمت وركت فيها دراجة ما كنت أعرف إنها ممكن تغير حياة كلها دول الناس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر